في الفيديو الأخير بعنوان الإسلام اختراع عباسي هناك بعض اللبس وفهم المخطوء أنا أقول بأن الإسلام ظهر واكتمل كدين في الفترة العباسية وكانت هناك حاجة لظهور هذا الدين ولولا الحركة الكبيرة الشديدة الفعالية والدأب يعني شديدة الدأب والحرص من قبل عشرات بالمئات الفقهاء والمحدثين وحتى الفلاسفة ونفكرين هؤلاء دأبوا على أن يصنعوا دينا متكاملا يستطيع أن يواجه الأديان والمذاهب الأخرى كانت هذه الحاجة خطيرة وكبيرة ومهمة جدا وهذه الحاجة انتبه لها الخلفاء العباسيين على عكس الخلفاء الدولة الأموية هؤلاء كانوا يهتمون بالشعر ولا يهتمون بال يعني لا يبايلون بالمحجثين والذين يرون حاجة النبي وما إلى ذلك كانوا بالعكس يوبخونهم ويطاردونهم ويعاقبونهم وهذا هو السبب الذي أدى إلى انهيار الدولة الأموية الدولة الأموية كانت دولة نوعا ما استعارت النموذج الروماني في الحكم والإداري لكنها لم تستعير النموذج الذي يوضح وجود دين وقاعدة دينية ايديولوجية عقائدية تميز هذه السلطة كان الهم الوحيد أو شوفه الوحيد هو ممارس السلطة وهذا هو سبب انهيار الدولة الأموية على العكس عندما أجد الدولة العباسية لأنها كانت الذين قاموا بها هم أناس من غير العرب أبو مسلم الخراساني وهذا أبو مسلم يعني ذباح من قاتل وسفاح أكبر أكثر من السفاح نفسه اللي هو أول خليفة عباسي فبالفكرة بدأت الاستعانة بالمحدثين والأخلفاء قربوهم لهم وبعد ذلك بدأ يتشكل دين بمعنى الدين الدقيق هذا لا يعني أنني أقول بأنه لا يوجد حديث قبل الدولة العباسية أو الفترة العباسية ولا يوجد هناك مقاتل هناك أسماء كثيرة يعني هو نفسي أبو حنيفة مواليد ثمانين مؤلف السيرة النبوية أش اسمه؟ ابن أسحاق مواليد أيضا ثمانين وهو من أتباع التابعين يعني من تلاميذ التابعين اللي كانوا بعضهم يعني رأى النبي فبالتالي يعني لا أقول أنني أن الإسلام العباسي ولا كما يقول بعض جماعة محة إنارة أو أيضا جماعة كوك وكرون صاحبة كتاب هاجريون هاجريزم فأنا أقول لا لا أقول هذا الشيء أقول أن هناك موجود دين وهناك بدرة دين بدرة دين موجودة لكنها لم تكن بالشكل الذي تستطيع أن تقول هناك دين وهذا هو سبب لي خليه أنه لا عدم موجود كلمة إسلام في ذلك الزمان يعني حتى الكلمة إسلام كانت رجراجة لم تكن واضحة وبدأت تأسيسها يعني خاصة عندما سبعين 792 أول ظهور لكلمة إسلام على النقوش قبة الصخرة وقبة الصخرة أيضا هي قامت على صخرة التي ليس أسرى بها الرسول إنما هي صخرة التي تشبه حجر الأسود في مكة هي فكرة الصخرة دائما أن هذا المكان الذي يعني يوجد فيه الإله إيل ونفس الصخرة فكرة الصخرة أو الأنصاب التي نام في زمنها حسب الرواية التوراتية يعقوب وصحى وصب الزيت على هذا الصخرة وقال هذا هو بيت إيل أو الله بالمعنى الإسلامي الإيل هو الأعلى بالمعنى يعقوب يعني هذه الرواية يفترض أن يكون زمنها ألف قبل الميلاد بداية ظهور اليهود وحتى قبلها على كل حال هي الفكرة أن نقول أن هناك الدين والإسلام بمعناه الذين عرفوا الآن هو اختراع عباسي الإسلام هذا هنا خطورة الموضوع الإسلام الذي ظهر في فترة الرسول وفترة الخلفاء الراشدين وحتى فترة الأموية أغلب فترات الدولة الأموية هو إسلام مختلف عن الإسلام الذي ورث لنا وكل شيء مختلف عن هذا الإسلام بالتالي هذا هو اللي يجعلنا نكتشف بأنه أنه أقدم نص موثق هو القرآن نفسه مختلف القرآن دائما نجد تعارضات خطيرة وكبيرة جدا لا تعرف أحيانا المكة غير موجودة مثلا في القرآن قريش لا أحد يقول أنه الرسول ولد من قريش لا أحد للقرآن لا يقول بأن محمد ظهر في مكة القرآن لا يقول بأن محمد من قريش القرآن لا يتحدث عن جزيرة العربية ثلاثة أربع الحديث يتحدث عن شعب بني إسرائيل وبني إسرائيل ويعقوب ويدكر موسى عشرات المرات ما ذكر أنك بالمئة مرة ويدكر إيسا مواضيع وإشكالات التي يثيرها القرآن مختلفة تماما عن موضوع الجزيرة العربية فهنا تصبح الإشكالات خطيرة وكبيرة والآن لم تعد هذه المسألة يعني أنا أشترحها من عندي لا هي هكذا أصبحت مشكلة خطيرة جدا وأصبحت حقيقة راسخة أن الإسلام بالمترة فترة الرسول الكريم يختلف وبعد الخلفاء يختلف تماما عن الإسلام الذي نعرفه الآن وهذا الإسلام الذي نعرفه الآن تم صناعته في الفترة العباسية هذا الذي أقوله هذا هو تفسير قولي بين الإسلام اختراع عباسي أنا لا ألفي وجود الإسلام قبل أو الدين أو بذور الإسلام في فترة الرسول الكريم ولا الخلفاء إنما أقول إنها ظهر بمعناها الذي نعرفه الآن المكتمل الذي يصح أن نقول إنه الدين منفصل في الفترة بدأت تشكل فترة عباسية بفضل ليس بفضل الأنبياء ولا جبرائيل ولا غيره إنما بفضل عشرات الفقهاء وفي مقدمتهم أبو حنيفة خاصة وابن حنبل أبو حنيفة أكثر والطبري بعد ذلك بتفسيره وأيضا إجاء الشافعي والأشعر بعد ذلك هؤلاء وأختم الموضوع هو الغزالي هذا بظهور الغزالي أصبح لدينا دين مكتمل ويصح أن يقول بأنه لديه أركانه وعقيدته هذا الذي أقوله وأتمنى أن لا أكون قد جرحت مشاعر حتى القناة هي موجودة لمناقشة الأراء ولا أدعي بأن رأيها حاسمة ولا تناقش لا بالأكس أنا رجل أبحث وأحاول أن أنظر وأفهم ما يجري أو ما جرى في تاريخنا أو أفهم لماذا الناس ستطرف لماذا البعض يهاجموني ما الذي يدفعه لمهاجمتي مثل هذا الشخص الذي قاله أنت مريض يعني أنا أفهم هذا ليش يقول أنت مريض أنا لست في معرض أنه أرده عليها بعنف وأقول له أنت مخطأ وأنا صح لا الموضوع ليس هكذا وأنا لست بمؤرخ ولا عالم يعني كما يتهمل بعضا من تكون أنت حتى تتحدث بهذه الطريقة أنا لم أدعي شيء أنا أطرح آرائي فقط أنت لا تطالبني بأن أعرض لك أنه ممكن أطلع لك قائمة بسيرة حياتي لكن هذا ليس هو الموضوع أنا أطرح لك أفكار وتتقبلها أو ترفضها لا علاقة لك بمن أكون ولا ما أكون ولا ما هي خبراتي ومعارفي المهم أنه لك من يسمعني وأشكرهم على هذا وأرجو منهم أن يقولون يقوموني كما يقول عمر بن خطاب في يوم السقيفة أو عندما أبو بكر عندما تولى الحكم فأنا أقول أنا لم أتولى حكم أنا في قناتي وقناة خاصة لا أظهر في أماكن خارج القناة إلا نادرا جدا وبدعوات بسيطة وعابرة من بعض الأصدقاء فقط وغير مكان ما عندي مكان آخر فأين أذهب يعني ماذا تريد من عندي يعني فالذي يقولي أنت من تكون ولماذا تتحدث وليس لديك مصادر ما هي مصادرك ما عندي مصادر أنا أنا أقرأ وأطرح لكم أراء أنا لست في محاضرة جامعية حتى في المحاضرة الجامعية ما يطيك مصادر محاضرة جامعية أنا في لقاء محر معكم أتحدث ولست مطالبا أنا لم أؤلف كتابا حتى بعد ذلك طالبني بالمصادر سأقدم هذا بعد ذلك عندما أجمع كل هذه الفيديوات رح أجمع المخطوطات اللي كتبت بها وأشوف مصادرها وأضيفها في النهاية وأضافة لهذا من لديه ما أعرفه والطلاع جيد لا يحتاج هذه المصادر يفهمني فورا بدون أي إشكال شكرا جزيلا وعلى أسفة الله ومع السلام